قبل ما هندخل في موضوعنا اول حاجة عايز اسألك عليها ايه اللي خلاكي تعملي الفيديوز بتاعة الامهات والاطفال والعلاقة دي على السوشيال ميديا بصي الامهات بشكل خاص بتتعرض لضغط رهيب انها كل ما تيه تتكلم في حاجة تشتكي من حاجة تعبها بتلاقي اللي حواليها بيحسوها بتقنيم ضمير انها تعبت او انها اشتكت كانها المفروض انها طول وقت تبقى بكامل صحتها وكامل طاقتها حبيت اعمل فيديوز دي عشان الامهات تحس انه لا يعني انت مش لوحدك ومن حقك ان انت تتكلمي ومن حقك ان انت تتعبي ومن حقك ان انت تبقى بتشتكي عادي يعني طبعا فحبيت اقدم النوع ده من المحتوى عشان الامهات تحس انها مش لوحدها يعني طيب فاكرة اول فيديو عملتيه اول فيديو عملته كانت كانت حلقة تقريبا عن ال back to school تقريبا تقريبا اول حلقة كاتت هي اول حلقة لا 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 كاتت على المصيف البهدلة اللي الامهات بتتبهدلها في المصيف وانه جوزها لما بترجع من المصيف قدي بيقولها انت مالك انت اي قلبة وشكلة انت كنت مغيرة جو كنت مبسوطة وهي عيني كانت بتدور على الجردل وسط الرملة فهي ما تبسطيتش ولا ارتاحت ما لحقتش ترتاح فده كان اول فيديو